موسيقى السلام عليكم كيف الحال يا شباب ان شاء الله طيبين معكم محمد ورجعنا بلعبة فارمتو قذر المرحلة السابعة الظاهر ما ادري ما صار صراحة لماذا تغيرت شخصيتي بس ان الظاهرنا عشان نت مفصول انا فصلت النت عشان تصير لوكل لعبة للمرة قاعد الوت كذا وشلف واحد يعني كنت اشتغل على المزرعة رتبه وكذا واحد دخل المزرعة وانا حاطة الامور اللي اخليهم سوونها اللي اذا حدد دخل عندي انه بس يعني يحصد الثمار وكذا وما قصر والله حصد لي اشياء كثيرة يعني ساعدني فقلت حين باني باني باقصور يعني خلني اقف المزرعة ما تدري ممكن يجيك واحد يخرب ولا شيء ما في نحن يتصوير اخوي انيوي نكمل طبعا في بعض التعديلات شوفونا هنا حطيت هذا عشان دخل عندي شوف هذا قال لي نايس فارم هو هذا اللي دخل اخر مرة يمكننا واحد المتابعين والله مدري او ان واحد يعني كذا لقاها اولاين ودخل ما ادري والله حط لي سجل حضوره كتب نايس فارم ومشى يعني تقدر هنا تجي هنا اذا دخلت المزرعة اذا عجبتك مزرعة الشخصة تروع عند الكتاب هذا تلقى عند المدخل غالبا وتحط انطباعك على المزرعة يعني حق الناس الثانين وتقدر تخليها فيفورت بعد تجيها من فترة لفترة اينوي عدلت حطيت هنا الدوائر هذه الزروع وشلت بعض البساتين اللي كانت هنا قدمت هذول الحقي المزين هنا قدمتهم وفتحت طريق من هنا يعني باعدت بين الاشجار ليش لاني ابغى سوي طريق للحديقة حقتي الحديقة باقي ما كملناها بس عدلت اشياء بسيطة وسعتها كذا يمكن ازيد كراسي يمكن لا خلني شوف المهم لا يمكن ازيد بشوف الحين بشوف الحين خلونا نبدأ من هنا ولا لا خلني اوريكم بعدش عدلت قدام هناك خلنا نروح عند الحظائر هذه حق تلحيوانات الابقار زي ما هم ما سوت فيهم شي كان في هنا ارانب اذا اذكرون شلت الارانب من هنا وخليت المنطقة هذه حق المنتجات العصاير وصنع الجبن هذا شف هذا حق جبن حطيته جديد حق الاجبان ينصنا من الحليب طبعا وهذا حق العنب مع عنب شراب العنب يعني وهنا الحليب فهنا شلت الشيء من هنا برضو شلت الشيء من هنا باعتها عشان البيت حقي يكون الحالة مدخل شلت هنا كان في ورود تذكرون شلتها يعني يعني شيء بسيطة ما توقع المفروض اني اذكرها بات انيوي نكمل شلت الارانب وحطيت ابقار هنا جديدة ابقار شي اسم هذي هذه ابقار هولستن هولستن كاو هذي اغلى طبعا التطعيم حقهم تطعيم الاكل حقه اطعامهم يعني لانه مكتوب فيد فجأت كذا المهم اطعامهم ب1250 وهذول اطعامهم بكم هذول ب290 يعني هذول مرة غالين ويطلعون لي فلوس اكثر ما ادري اذا انتاجها مسرع خلنا شوف انا سر تعرف الحين الانتاج وكذا شوف هنا يقول لي كل كل ساعة ونص ينتجون هذول هذي كل ساعة وربع فرق بسيط صراحة لكن هذي يعطوني فلوس 4000 كل انتاج وهذي يعطيني 1000 كل انتاج اوكي هذا من ناحية الابقار الارانب جبتها هنا الدجاج والبط خليتهم هنا قفلت عليهم من هذي الجاه والخنازير جبتها هنا يعني شلي بغيريكم اياه بخلي هذي المناطق حظاير وبأسوي بينها طريق اللي هو ممرات يعني ولينا توسع روح الجهة ديك وشوف اذا برضو بزيد حظاير للحيوانات يعني المنطقة هذي المزرعة دي الجهة دي بخليها حق حظاير حيوانات باقي بغير يجيب حظيرة هنا حق حيوانات وزيما تلاحظون شوفون الجواهر فوق 1090 الظاهر خلنا نطعم الخنازير ذول معفنين يعطوننا عد بندق ومدريش في الارانب صارت كبيرة وتسالفة اه انا اول مرة قارب كده هنه نعطي الارانب بعد اكل اوكي اه تجاج وبط عندهم ولا ما عندهم ما عندهم هنه نعطيهم طفرنا زي ما تشوفون بقى معنا 4 ريال نجيب العربية القصدي للحراثة ناخذ نستخرج الحليب شوف الف كل بقرة عطينا الف عطنا الحليب بعدين وسبعت وباقي هنا حليب صار معنا 16 الف هذي اي شال زعج ذا ممكن ما عندكم زعج المهم دعنا نعطيهم اذو الاكل الان خلال 49 دقيقة قبل يعطونا يعني ينتجون لنا حليب الارانب ما عندهم ليه اوكي عطينا الارانب اوكي نبعد من الحيوانات ولا تدرون خلنا نقعد عند الحيوانات ونسوي طريق من وين انا كتب ونسوي الطريق من هنا يا شباب شجاوكو انتم دعنا شي لدي ولا دعنا شي لها هذه بحطها هنا شوي اوه يمدين انتج اجبان اي صح لاني خدت حليب وكذا دعنا شوف اعطنا اجبان لو سمحت اعطاني 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 جبن واحدة بس بعشرة حليب بيعطيني جبن واحدة ولا خمسة حليب ما شفت والله انتبهت انتبهت هذه طبعا نحن نشوفها كثير اوه يبغى لي كم حليب ااخذ من البقار عشان اطلع جبن واحدة بس الاجبان بتكون غالية بعدين دعنا وريكم وين ذا حق البيت الاجبان وين ستاند حق الاجبان مادري طلع علي ولا لا مادري بعشرة ميداليات وكل مرة أبي عجبان فيه عشرة أو ما يدري كم جبنة يعطيني ميدالية واحدة فكذا نخسر عشر ميداليات لكن كل مرة يعطيني ميدالية واحدة ميدالية واحدة فيكون عندي ميداليات الميداليات فيش تهمني في الأشياء الأساسية في اللعبة زي حق البنزين وعندي هذي نقطة تنقل سريع انتقل من مكان إلى مكان إذا كنت مزرعة مرة كبيرة بدل ما قدمشي يعني تخليني يتنقل وفيه بعد هذي يحقل فيه أشياء تحت هنا بالميداليات هذي محطة كبيرة كاملة يبغالي بعدين إذا سرت يعني بطراونه كده حلي ماحتاجه وفيه عندنا هذا حق بيع العصير عصير العنب يبيع برضو نفس الطريقة كل مرة ميدالية واحدة يعطيني لكن أبنيه مرة واحدة بعشرة ميداليات خلاص من الشروحات خلنا نحط لنا الطريق الحين عشان يصير عندنا الطريق للحظائر حقتي بس الطريق كأنه مفروض ما يكون من هنا ولا لا يكون من هنا ليش لا اعتقد مش محطة ميداليات اذوي who! تخفي ال espeめ تخفي ال τα بال ambas بحق للحظائر حينثا connect with you عشان نمر بين المزاري حق الحظائر حيوانات بسرعة يعني ويكون شكلها مرتب بعد لين قدام شوف بعدين يشسبك الطريق هنا يتقاطع هنا يكون هنا في تقاطع هذي روح هنا برضو مدخل ثاني واذا جبنا حظيرة حطينا هنا بعدين يكون في مدخل انا خوفي بعدين اني احتاج اكبر الحظائر حقتي ويكون مكان ضيق بس مو مشكلة لين بعدين يصير خير حين نكمل هنا يمكن حتى ما نكبر هذه نخليها كذا شكلها حلو نصنع حظيرة ثاني عادي لان كذا والكذا المخازن هذي اللي احاطة زي البيوت لهم هذي تعطيني مساحات فهلو نكمل نكمل طريقنا من هنا هذا برضو يكون طريق جوهرتين فقط لا غير يعني كويسة صراحة لا لا وين وين الحبيب تعال هنا تعال هنا لاحظة لاحظة بالله تعال هنا يا حبيب بالله فكونا محركات ذي المريب اوهو شو الدرب ذا اللي جاء لحبيب امي 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 كاف امي 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 كاف المهم هذي مزراتنا حين جهة الحظائر يعني القسم الحظائر شوف كيف صار شكلها مرتب بعد هنا هنا ممكن ما راح أحط طريق من هنا لأنه وين بيوديني يعني ما في طريق هنا خلاص مشكلة البحيرات هذي ما قدر سفيد منها قهر خلاص نقفل قسم الحظائر حق الحيوانات نجي هنا خنا سقي ذولا على السريع كذا أوكي هذول من ضمن التحدي تشوفون فوق على المين ألو ألو فيرا ألو فيرا مدري وشو ذا شكل الصبار ذاك اللي مدري بس يبغى ستين أنا عندي ستين بس الحين بحصد هذي الجهة خلنا حصدهم على طول كذا متين عشرين يعطين واحد حلو كم صاروا ثلاثة واربعين صح لا أنا عن باقي لي اربعين أوكي صاروا سبع عشرين بغيت أشرح بس شفتها كذا واضحة يعني والحين صاروا تسع وثلاثين بس باقي أنا عندي اثنين وعشرين بس ان اوكي يعني متوافق العدد الاثنين وعشرين هذي اللي هنا شكلتنا الاثنين وعشرين هذي اللي هنا نسكيتها فالوضع كذا تمام خلنا ناخذ الاشجار ذي عشان اي بش فيه نحصد الاثمار اللي هنا يا الحبيب ايوه أبغى ستة ستة كذا ياخذ لست مناطق عشان نختص الوقت ما أنا قد كذا طول يوم تلويت اوكي خلنا نشوف الثلاث هذي ماخذنا ليه اي في شي هناك باوريكم اياها خلنا رو عندها على طريقنا دامل بنكمل حصاد هذي الاشجار عاطنا هذي بلا وعاطنا هذي شوف الاشجار اللي تراعتها هنا تشتوقعون شوف شوف وين الثمار او صح ما طلع الثمار الزبدة انها حق تطلع لي زي سبايك الذهب يقول لي تشتريها خمسة الاف ذهب او فلوس وطلع لك كل مرة تسوي هارفست او حصد طلع لك جوهرتين وتزرعها بس في موسم البرد فحلوة يعني خليتها مصدر جواهر لي والله ما ادلي وردتكم الحلقة اللي راحت او لا ما توقعني وردتكم المنطق هذي عموما فيها شجار هنا وهناك فيها ورود ما ورود بجيها بعدين ورود لان باقي حسما مجردين ورود اجتني فكرة واشي احط هنا اذا عندكم فكرة على المكان هذا يا شباب ترانا اقرأ التعليقات دائما اقرأ كل شي اقرأ اذا عندكم فكرة للمكان هذا اعلموني واشي رايكم واسوي في بعض التعليقات صراحة يعني ما اشوف انه ما ادريش اقولي كيف ارد عليها او انها ما تهم اللي ما يهم اخليي يعني اتركها ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اللي إذا كان المعمل وتضع الدخية وتضع الثقا يا بس خلوها لازم اوصل في الثلاثين خلوها المرات الجاية ان شاء الله حاليا ماقدرنا سوي شي فخلونا نوقف هنا يا شباب اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات وانشروا مقطع لأخوياكم كان معكم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة